موسيقى صباح لكل المشاهدين وخصوصا حلفة والعادات الجميلة وشوفنا صيني تجيرتك وشوفنا تفاصيل الزواج السوداني وانا قبل قلت احنا لذا اختلفنا في العادات والتغير لهم قاعدنا نجتمع في الصينية دي كموروث غافي جميل على مدى السنوات حنتواصل بتأكيد وصلنا الى فترة الرياضة او الفقرة الرياضية ومن خلال نتعرف على اهم الاحداث الرياضية من خلال هذا الصباح والابتدار باجمل الاهداف صاعدنا بكم ومتابعين احنا في الجزئية الاخيرة عبر الزميل والصحافي عثمان الازباط حضورا وتحليلا للاخبار الرياضية محليا وخارجيا اهلا ومرحبا بك مرحبا بكم صباح الخير عليكم وصباح الخير على مشاهدي الشرق اهلا بك وحنبدأ بفريق الهلال يواجه القوة الجوية يمكن دي واحدة المباراة الودية لاستعدادات الهلال نعم الهلال يمكن التوقيت المباراة مع النجم الساحل اخترب كثيرا اليوم يواجه الفريق الغوة الجوية بطل دوري المؤسسات العسكرية كان ممكن الهلال لعب مباراة اقوى من كده على اعتبار انه بعد اندية الممتاز ممكن تقدم فايدة فنية اكبر من الفريق الغوة الجوية باعتبار انه فريق بطل الوحدات العسكرية كان ممكن الهلال استعين باحد فرغة الممتاز الخرطوم الوطني او حياة العرب اول اي فريق من اندية الممتاز كان ممكن يقدم فايدة فنية اكبر على اعتبار انه المستوع الفني واللياقي افضل من فريق معرفة الجهاز الفني اللي يختار فريق البطل المؤسسات العسكرية فكان ممكن يلعب مع احد اندية الممتاز ممكن اقدم له فايدة فنية اكبر صحيح اعداد الهلال لم يقوم بالمستوع المطلوب الهلال اللي يبدو انه مع الاسل كتير ان نتيجة ركلا لا يمتج المباراة على العكس النجم الساحلي يعني جمع قواه وبدأ الاعداد بشكل جيد لمباراة المباراة الثانية مع الفريق لأنه يتمثل جواز عبور لمرحلة الغادمة اليوم هيلعب النجم الساحلي مباراة جوية عكس الهلال هيلعب مع الافريق التونسي في الدور التونسي ممكن المباراة تعده بشكل جيد وتكون بروفة آخرة قبل الحضور للخارطوم ومواجهة الهلال نتمنى أن الجهات الفنية يستعين بفريق أكوباء ولكن في النهاية اعدادات الهلال الأساسيين لم يكن الحضور في التمارين الماضية المدرب كان سلوك احترافي عاد قبل موعده 24 ساعة وأشرف على التدريبات ولكن الخمسة لعبين أساسيين لم يشاركوا في المرة أنه في كل التمارين التي تلت عودة الفريق الخارطوم حتى أمس لم يشارك الخماس رغم أنه الهلال جدة عقده لثلاثة لغاية عبداللاطيف بوي ومشة الصغير وعمار الدمازين ولكن حتى الآن لعبينهم يخرطوا في التدريبات دمشة خطيرة جداً طبقة ستة أيام فقط للمباراة الفريق المفروض يعني يرتب وراغه بشكل جيد للقاء خاصة أنه مباراة بالنسبة لحاسمة فوز الهلال في المباراة في الجولة الرابعة هيغربه كثيراً من التاهل خطف وراغة الترشح سواء كان على أول أو ثاني المجموعة فبالتالي مفروض يكون اهتمام أكبر خاصة أنه الفترة غصيرة جداً ونجم الساحل معروف أنه ما يخسر مبارتين على التوالي فعلاً أطهر الطاهر قدم هدف جميل وأحرص مثل الفوز الهلال لكن الترجح هيكون أكثر قوة وعنفوان للانتغام ومن ثم للحصول على النقاط طبعاً صحيح النجم يمكن النتيجة هزته كثيراً خاصة أنه معروف هو متصدر المجموعة وهو فرغ المجموعة فاز على أهل المصري وفاز على بلاتينيوم في زنبابي فبالتالي الخسارة على أرضه لم تكن متوقعة في غضب جماهيري على اللاعبين والجهاز الفني الفريق وضع اهتمامه كبير جداً بالمباراة الجولة الرابعة وأبدأ اهتمام كبير ويعني هو بأكد عدد من اللاعبين والجهاز الفني نفس الدافع على خلالة الهلال يفوز في تونسهم أيضاً يسعى للفوز في الخرطوم فبالتالي الهلال ينبغي عليه الحذر ولا يركل لنتيجة المباراة الماضية ويستعد بشكل جيد ويرتب وراغه المباراة حتى انه حق الفوز لانه فوزه في هذه المباراة يغربه كثيراً من التاخل المرحلة الغادمة من دور المجموعة وبالتالي نبغي يكون الاهتمام والتركيز كبير خلال المرحلة الجاية الفترة غصيرة ولكن نبغي ان الجهاز الفني يرتب فيها وراغه بشكل جيد خاصة انه يعرف كل صغيره وكبير عن النجمة الساحلي ودرس الخصم جيداً اعتبار انه مباراة الماضية في تونس ومبارياته مع الاهلي وبالتالي والتالي الهلال عليه يعني يركز جيداً واللاعبين بشكل بروح قتالية ويعني الجمهور نتمنى انه يكون في حضور كبير ومحتاج للمناشدة لانه الفريق احتاج للمؤازرة كبيرة حتى انه يعبر المباراة الغادمة ويعني يخطف طاقة الترشح مبكراً لا يركون لنتاج الاخرين ويتاحل من مباراة الخرطوم لانه الفرصة مواتية انه يعني الحلال يصل للمرحلة الغادمة من دورة ابطال الفريق ان شاء الله هنبشر المريخ مباشرة ويتحدث عن التسجيلات فريق المريخ ويمكن في الهلال برضو كانت في تسجيلات وكانت في شط في العام ده عند البعض كان غير موفق نشوف تسجيلات المريخ والأي مده ممكن تكون موفقة وتدعم الفريق نعم المريخ ممكن لانه الظروف المالية المرباة الازمة المالية اللي يعاني منها المجلس الإدارة لم يدخل بسقله بالتسجيلات على غرار السل العوام الماضية كان في تسجيلات اللاعبين الوطنيين كان في تنافس بين اللاعب المريخ والأفرز اللاعبين الوطنيين وحتى اللاعبين الأجانب المريخ ملف المحترفين يبدو انه الوضع المالي بمرباة النادي لم يهتم بملف المحترفين حتى الان نسمع بمفاوضات جادة مع اي لعب محترف افريقيا أو عربي صحيح كان رجحة اخبار في بعض وسائل اللاعب في الفترة الماضية عن انه المريخ سيستخدم مع اي لعبين ولكن كل حديث غير صحيح حتى الامل الاسدار لم يؤكد انه تعاقد مع اي لعب الامل بدون تركيز المريخ على اللاعبين الوطنيين حتى اللاعبين الوطنيين المريخ ركز على لعبي الدرجة الاولى على اعتبار انه القيمة المالية ما كبيرة المريخ تعاقد مع السنائي امس او الامس الطبنجة مع احمد عبد الماليم طبنجة لعب القوز الخرطومي وصابر من القوز هم اللاعبين شباب وسجلوا في فريق الشباب حتى يستفيد منهم في المرحلة الغادمة ايضا هناك في غرفة المريخ حتى الان عادل جده كرومر لاعب الامل هو لاعب عقده من تيمة الامل فبالتالي تسجيله لانه يكلف المريخ كسيرا اعتبار انه سيمنح مستحقاته فقط على سبيل الاعين الوطنيين المريخ يعني عرض صفقة تبادلية الهلال الوبيض باعارة صادق الشلش مقابل استخدام محمد عباس كنان هلال الوبيض رفض اعتبار انه رفض امس عرض المريخ واكد انه اذا كان مريخ جادا ان يدفع شلش كاملة ويعيره الفريق وفي المقابلة يتم اطلاق صراحة محمد عباس او دفع مبلغ اللاعب الشلش اللاعب او اللي ينادي هلال الوبيض رفض العرض فبالتالي الصفقة مهددة بالانهيار المريخ اكتفى باللعبين الاثنين ديل ومحمد عباس وطبقى الست ايام فقط للتسجيلات الفترة غصيرة جدا لاحظنا انه الانبيه حتى انديت الممتاز لم تدخل بسؤلاء على اعتبار انه كل الانديه يتعاني من ازمة مالية هذا الموسم وبالتالي المريخ سجل لعبين ويمكن اقرب جده قرامر سجله خلال اليوم او غضا ولكن صفقة الهيال الوبيض مهددة نهير خاصة بعد تدخل الهيال العاصمي في صفقة محمد عباس وامس مجلس لدارة الهيال جرى تصالب الهيال الوبيض واكد رغبته في استخدام محمد عباس وبالتالي هذا ممكن يهدد انتقال المريخ على اعتبار انه الصفقة التبادلية بين الهيال الوبيض والمريخ اللي لم تمضي الى الامام الامس ايضا المريخ انها الغاني ماكل هو لم يقدم مستوى المطلوب خلال الفترة الغادية لما تم منح فرصة كافية ولكن لم يقدم مستوى المعمول وبالتالي كان قرار موفق مجلس لدارة في نهاية عقده على اعتبار انه اللاعب شهريا لديه مستحقات مالية مرتبات بالدولار وبالتالي لم يقدم لفريق اي مستوى ولم يستفيد منه وبالتالي نهاية عقده كان غرار موفق لانه توقع ان المريخ بفترة القادمة انه يسجل لعب او لعبين وطنيين ويكتفي بذلك على اعتبار انه الازمة المالية التي يعاني منها امس رئيس النادي ادم سلوكال اجرى اتصال بلعب الهلال السمال مرغي انتهى فترة عرض عليه انتقاه المريخ ولكن اللاعب رفض التمسك بعرض الهلال واكد انه هو لديه اتفاق مع الهلال لان ينتقل المريخ الا اذا تخلى عنه الهلال فبالتالي ده اكد انه هو متخوف من خط تجربة مع المريخ على اعتبار انه الانتزام المالي في فترة القادمة لان يقوم بالطريقة يعني هو شاف تجارب لعبين اخرين وبالتالي تمسك وانتظر الهلال اليوم احتمار الهلال ينهي سبق نعم هنسب مباشرة الشرطة القضارف يعين صبر عبدالله مدير فني نعم الشرطة القضارف بعد الوفاة المدير الفني للفريق يمكن استعام بصبر عبدالله ومدرب لديه غبرات جيدة وكان يعني يشرب على النادي الاهل شندي وحقق معه انجازات لافتة ومدرب شاب ومميز وليس غريبة على الشرطة القضارف وعلى الدور السوزاني يعرف كله صغيرة وكبيرة عن الشرطة بالتالي ممكن انه يقدم خدماته والفريق خلال الدورة التانية سوى السلم مهامه في الفترة القادمة للشربة التسجيلات واعداد الفريق للدورة التانية مباشرة انتهت الدورة الاولى من الدورة الممتاز ونحن بصالة الدورة الثانية كيف ستكون الجاهزة نعم الدورة الاولى انتهت كان في تباين في المستوى ان شاهدنا كانت من فرغ الصدارة تراجعت كثيرا مثل الاهل شندي والخرطوم الوطنة كانت بتنافز على المراكز الاولى تراجعت كثيرا المركز الخامس والسادس وحتى الفرغ الصعدة بدأت بدايات جيدة مثل الفلاحات براء حقا كانت صارت في اول ثلاثة اربع انبارات بعد ذلك تراجع كثيرا المستوى كان في تباين لاحظنا في صعود الفرق قدمت مستوى كبير وتقدمت المركز الاماميا من ريخ تصدر الدورة الاولى للممتاز وتلاهو الهلال الهلال تم ترحيل مباراة مع الهلال الفاشر الى ما بعد التسجيلات هي اخر مباراة في الدورة الاولى والمركز الثالث كان الامل عبر المفاجئات البطولة حقا نتائج جيدة جدا داخل وخارج ملعبه وكان مصدر للدورة في فترات طويلة ولكن في النهاية الهلال المريخ اعاده لمقامه الطبيعي ايضا نحي العرب برسودان حقا نتائج ايجابية وصعد للمركز الرابع الوادي نيالا يعني فيه تباين في المستوى في فروق صعدت فيه فروق فاجئة الجميع يعني قدم مستويات ضعيفة يعني مثل الاهلي مروي هلال كادوكلي كانت في فروق دائما بتحقق مراكز الوسط ولكن تراجعت كثيرا ايضا اهلي عطبرة يعني لم يحقق النتائج المعمولة الاعتبار ان هو فروق الدور المتازل القديمة ولديه خبرة وشارك باستمرار في البطولة ولكن هو الان في المركز الاخير لما يتوقع احد انه يتراجع بهذا المستوى في فرصة ان الدورة التانية الفروق الدورة التانية هتبدأ من سبع حفراير هناك متسعمة الوقت ممكن شهر او اكتر فترة ممكن الاندي تدعم صفوفه بشكل جيد في تسجيلات وتشوف النواقص وكل الخطوط ممكن تدعم صفوفه رغم الازمة المالية ولكن دعم هنا وهناك ايضا في فترة اعدات كافية يعني شهر كامل للدورة التانية دي ممكن الفروق تعيد فيها ترتيبة وحساباتها حتى ساعد بشكل جيد للدورة التانية ممكن نتوقع ظهور افضل للاندي ومستوى افضل ومستويات جيدة وظهور جيد لللاعبين خاصة انه الدورة التانية حاسمة باعتبار الفروق الغمة للتتويج باللغة بالهلال المريك تنافسه على البطولة واربع وخمسة اندية بتنافس على المراكز المواهلة الكمفدرالية اللي هي اهل شندي هلال العبيد والعرب والامل عطبرة وايضا في اندية تسعى البقاء في مراكز الوسط اخرى لتفاضي الهبوط الى الدرجة الاولى فالدورة التانية هتكون غوية وممتعة ومستوي يمكن يكون نشهد افضل من الدورة الاولى في متعلق من تسجيلات الهلال ايضا الهلال هو الفريق الوحيد موسي للسودان افريقيا بعد خروج الهلال المريك والشندي وهلال العبيد نعم بالتالي هو محتاج لدعم صفوفه وحاصة انه خط الدفاع الان هناك الاستعانة بتوليفة يعني انتلال ولف عبداللطيف بوي السموة المرغني في خط الدفاع ومحتاجها تدعيم في خط الدفاع حي رسل المرمة اامنة وبوجود جماعة سالم ويونس الطيب ولكن الهلال احتاجها تدعيم في خط الدفاع وخط الهجوم شهدنا يمكن وصول المدافع المالي الخرطوم واجر الكشف الطبيب اليوم كانت نتاجه حتى الصهر هو ممكن يشكل اضافة اذا حقق نجاح لعب حرية القاني لعب مميز حسب ما تابعانه في مسيرته ونتمنى انه يكون يعني عودته وانضمامه للهيال بموافقة المدرب اللي اكد هو انه اي لعب لم يشاهد لان ينضم لكشفات الهلال ايضا هناك حديث عن وصول اليوم لعبين من مصر وعب برازيلي نتمنى انه الهلال يسار على الخطة في الفترة الستة ايام انه ينهي ملف المحترفين المحترفين الغادمين يكتازوا الكشف الطبي حال وصلهم اليوم وغدا حتى انه يعني الفريق يسجلهم قبل نهاية التسجيلات وينخرطوا في الاعداد لانه الفريق سيواجه بمواجهات صعبة خلال الفترة الغادمة لانه هو الوحيد المحتاج لدعم على مستوى الامية الوطنيين ايضا هناك ممكن زي ما ذكرت انه يعني اتدخل في صفوات محمد عباس وفي لاعب عراقي هو مصطفى نازم لاعب الزوراء الهلال فاوض وهو يعني يبدأ موافقته على اعتبار انه الدور العراقي الان متوقف ممكن دي ميزة تخلي الهلال يمكن يكسب اللاعب هو مدافع قوي ولاعب في المنتخب العراقي اللاعب اساسي خلال الفترة الغادمة يتمنى انه يوفق في دعم صفوفه بلاعبين مميزين على مستوى المحترفين حتى يشكل الفارق ويدعم الفريق بشكل جيد لانه حتى لو تاهل الهلال ان هذه المرحلة ستواجه مواجهات صعبة جدا في المرحلة الغادمة كل الفرق في فنلندي الابطال فرق قوية ومتمرسة ولديها خبرة ولديها طموح لتتواج باللغة فبالتالي دعم صفوف الفريق بلاعبين مميزين مع وجود اللاعبين الموجودين الان في الكشف نتمنى انه ايضا يعني الهلال يعني يكمل تسجيل اللاعب السمون المرغن هو لديه مستحقات لم يوقع مع اللاعبين الثلاثة مستحقات سابقة مئة وتمانين الف جنيه واللاعب ولاد الدين فيضمهم للكشف مع اللاعبين القدامة مع المحترفين ممكن الهلال يشكل قوة ضاربة خلال الفترة القادمة طيب حنمشي عالميا والدور الاسباني يمكن هو الدور الوحيد الان فيه مباريات نتحدث عن هذه المباريات نعم كل الدوريات كانت متوقفة خلال الفترة الماضية على اتبارها عيد الميلاد والكريسمس يمكن الوحيد الدور الانجليزي كان مستمر بشكل متواصل من 26 حتى اول عمس اليوم عدد الدور الاسباني الليقى للدوران من جديد ثلاث مباريات لفرق الصدارة برشان متصدر حيواجه اسبانيويل في دور بيكو كتالونيا مباريات معروفة قوية رغم ان اسبانيويل هو في المركز الاخير وبرشلونيا في قمة الترتيب ولكن دايما مباريات متصدر غوة وإسارة اسبانيويل دايما يلعب بغوة من برشلونيا ويسعى للفوز علىه والتعادل فبرشلونيا يسعى للفوز حتى انه لا يفرض في الصدارة اعتبار انه هو الفرق بينه بين ريال مدريد نقطتين فقط ايضا حيواجه ريال مدريد اليوم خيتافي بدون نجمه البلديكي ادين هازارت في مبارا ليس السهل على اتليتكول اللي تراجع للمركز السادس مرضو انتقال اللاعب ابراهيم مبيرش او رجوعه الى فريق ميلان مرة اخرى نعم ابراهيم مبيرش يمكن عادل ميلان بعد ثمانية وتسع سنوات واخر فترة كان اللاعب فيها من الفين وعشرة اعارة من برشلونيا الى الفين وحداشرة وتم التعاوض معه لعام حتى العام 2012 قدم مستويات جيدة ابراهيم مبيرش رغمي يعني وصوله للسن الثمانية وتلاتين ولكن يقدم مستويات لافتا كما عن جلوس كاركس الامريكي يعني هو امس ذكر في المؤتمر الصحفي انه هو تلقى عروض اكتر مما كان هو شاب ولكن هو اكد انه ميلان فريق كبير وعودته لميلان ممكن تشكل الاضافة هو لا زال هداف لا يشق له غبار يسجل عدد من الهداف لا زال في سن الشباب يهدي بسبات وسجل هداف كثير في الدور الامريكي وهداف حاسمة ممكن يحقق يعني اضافة كبيرة لميلان انه ميلان متراجع كثيرا في الدوري الايطالي امس النادي ميلان يعني باع اكتر من خمسين الف تسكرة دي فقط دي عودة دراون ووتش لمباراته مع سامبادوريا والاثنين المقبل فاللاعب كبير في المطار الصحفي كان وجد استقبال كبير جدا من جمهور ميلان والجميع يترقب منه انه يقدم مستوى كبير ويساهم مع المجموعة في نغل ميلان الى الدوار المتقدمة والوصول لمراكز المدهلة لدورة ابطال اوروبا شكرا جميلا عثمان الاثباد على هذا التحليل شكرا لحضورك سباح الخير عليك يصلنا مشاهدين الكرام الى ختام حلقة اليوم من صباح الشرق ضع قليلا من العاطفة على قلبك حتى يلين وضع قليلا من عقلك الى قلبك حتى يستقيم تحياتي ومجهود فريق العمل عبر حظ الصباح دمتم بعافية